مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوين رسالة مفاجئة من قائد المنتخب البرازيلية إلى حكيم زياش قبل مواجهة المنتخب الإسباني النجم منتخب إسبانيا يواصل الغياب عن التداريب قبل مواجهة المنتخب المغريبي وليد الرغريقي لدينا 24 ساعة لكتابة تاريخ إسبانيا مرشحين للمرور لكن سنقدم أقسم لدينا أشرف حكيمي لدينا جيل شاب وجائع ويريد تغيير الأمور وأن يصنع التاريخ للشعب المغريبي لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني يفجر بتصريح قوي ويفاجئ الجميع بما قاله قبل مواجهة المنتخب المغربي رسالة مفاجئة من قائد المنتخب البرازيلي إلى حكيم زياش قبل مواجهة منتخب إسبانيا وجهة تياقو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي رسالة مفاجئة إلى حكيم زياش نجم المنتخب المغربي في قبل مباراة المنتخبين في توم النهائي كأس العالم قطر 2022 وخلال المؤتمر الصحفي المباراة تحدثت ياكوس هلفا عن زميله في تشلسي الإنجليزي حكيم زياش قائلا زياش يقدم أداء رائعا مع المنتخب المغربي في كأس العالم أما فيما يخص مصيره مع تشلسي فهو أمر يخصه كما أن الوقت غير مناسب للحديث في الأمر ويخوض حكيم زياش مباراة قوية مع المنتخب المغربي ضد منتخب إسبانيا يوم غدر التلتاء في دور ثم النهائي من كأس العالم قدر 2022 وأضاف سيلفا في تصريحه قائلا الأهم حاليا هو التركيز والاستعداد بشدية لمباراة نادي الدورية الجنوبية تنتظرنا مواجهة صعبة غدا أمام فارق يمتاز بالقوة والسرعة وأضاف قائلا يجب أن نجتهد للوصول إلى دور الثمانية وأؤكد أن مباراتنا الأخيرة أمام كوريا لا علاقة لها بالمواجهة القادمة نحن على أتم الاستعداد والجاهزية نجم المنتخب الإسباني يواصل الغياب عن تداريب قبل مواجهة لمنتخب الوطن المغربي يواصل سيزار أس بيليكويتا الظاهر الأيمن للمنتخب الإسباني الغياب عن التداريب الجماعي بسبب معاناته من الإصابة في الكاحلة مكتفيا بالعمل تحت إرشاد طبي وإخلصاء العلاج الطبيعي ما يهدد مشاركته أمام المنتخب المغربي في جمع النهائي كأسل عام قطر 2022 وذكرت صحيفة مارك الإسبانية أن أس بيليكويتا الذي أصب أمام منتخب اليابان واصل العمل بعيدا عن زملائه في الوقت الذي يمثل ذلك المركز الأزمة بالنسبة للمدرب لويس إنريكي الذي لن يجد أمامه سوى داني كارفخال لاعب ريال مضريد في دل عدم وجود بديل آخر ويأمل إنريكي مدرب لاروخا في تعافي لاعب البلوز اليوم الاثنين ليكون قادرا على المتاركة في تدريبات الجماعية للفريق حتى يكون جاهزا للخوض مواجهة المنتخب المغربي غدا للتلتاء وكان المنتخب الإسباني قد احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف اليابان لتدريب موعدا في التوم النهائي مع أسود الأطلس الذين تصدروا المجموعة السادسة على حساب المنتخبات بلجيكا كرواتيا وكندا الرقراجي لدينا 24 ساعة لكتاب التاريخ إسبانيا مرشحين للمرور لكن سنقدم أقسم لدينا اعتبر وليد الرقراجي مدرب لمنتخب الوطن المغربي لكرة القدم أن المنتخب الإسباني هو المرشح للمرور للدور بإنهائي كأس العالم لكن المجموعة ستقدم أقسم لديها لتسعيد الجماهير المغربية وتحدث وليد الرقراجي عن نقاط القوة للمنتخب الإسباني معبرا لديهم قوة هائلة في الاستحواد على الكرة وطريقة استحوادهم تخلق المشاكل وترهيق اللاعب الخاص لكن نحن نتق في أنفسنا وسنحاول من جهتنا الضغط ومحاولة الاستحواد ولو بنسبة قليلة كما صرح وليد الرقراجي بأن المنتخب المغربي بجيله الحالي أمامه 24 ساعة من أجل كتابة تاريخ كما أكد على أهمية الحلم والطموح غير المحدود داخل المجموعة وقال وليد الرقراجي بهذا الخصوص خاصك تحلم باش نقدروا نديروا أي حاجة علاش ما تحلمش نديروا كأس العالم ولا الصحافة العربية والإفريقية ما يقولوش باللي بالصحة نقدروا نديرها هذا اللي قدامكم كان ولد صغير من المدينة صغيرة في المغربة وهو دابفتم النهائي المونديالة يمكن من ديوش كأس العلامة ولكن من حقنا نحلم بها أشرف حكيمي لدينا جيل شاب وجائع ويريد تغيير الأمور وأن يصنع التاريخ للمغاربة أعرب النجم المغربي أشرف حكيمي عن سعادته بخوضه كأس العالم قطر 2022 مع المنتخب الوطني مؤكد طموح المجموعة لكتاب التاريخ من خلال مواجهة المرتقبة أمام إسبانيا في ظهور الرابع 16 من كأس العالم وأكد أشرف حكيمي في تصريحه لصحيفة مارك الإسبانية أن اللعب المنتخب بلاده يبقى شيئا خاصا ومؤججا للمشاعر قائلا إنه أمر رائع أن ترى كيف نعيش هذه الأجواء إنها لحظات عظيمة لتنسى خاصة عندما تكتب التاريخ وعن مواجهة إسبانيا مقارنة بالمباراة الماضية في روسيا 2018 صرح حكيمي بالقول الأشياء تغيرت بالطبع هناك تغيير بطولة كأس العالم مختلفة هذه المرة لأنها جاءت بعد أربعة سنوات لقد جئت بعقلية مختلفة وأصبحت أكثر نضاجة مع تحمل المسؤوليات أخرى أيضا وتابع حكيمي في تصريحه قائلا لدينا جيل شاب جائع يريد تغيير الأمور وأن يصنع التاريخ وهو ما نحققه وأن يريد تغيير العقلية اتجاه العالم العربي ونقول لماذا لا يمكن للفريق العربية أن تحقق أشياء عظيمة في أوروبا نحن نقوم بذلك خاصة في كأس العالم لويس إنريكي يخرج بتصريح قوي ومفاجئ قبل مواجهة المنتخب المغربي كشف لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم أوراقه التي سيتمد عليها خلال مباراة المنتخب أمام أسود الأطلس يوم غد ثلاثة برسم ثم النهائي مونديال العالم 2022 واعتبر لويس إنريكي أن المنتخب المغريبي يتمتع بالدفاع قوي جدا للفوز وهو منتخب تصدر مجموعته ما يدفعهم للهيمنة والسيطرة طوال المباراة معبرا يجب أن نتعامل مع الكرة بأفضل طريقة وسنعتمد على الكرة الطويلة إن دعت الحاجة كما قال المدرب المنتخب الإسباني إنه يتوجب على لاعبي لحد من فرص أسود الأطلس والضغط عليهم هجوميا وأردى فلويس قوله معبرا قدمنا أداء جيدا جدا في المباراة السابقة مقتنع بالفرص في تحقيق نتائج إيجابية شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله شكرا على المشاهدة